صغيرة من الزليج التقليدي تتجمع مشكلة لوحة فنية تمتح من التاريخ المغربي العريق هكذا شكلتها يد الصانع التقليدي الذي ورث هذه الحرفة عن أجيان من معلمين نقش دقيق وتقطيع مدروس لزليج لتحويله مرحلة بعد أخرى إلى منتوج متكامل جاهز للخروج إلى الأسواق هذه الصناعة زوية حسن من الزليج الفيانس وتتصرف دار دار لي كانت فيها تتصرفه وكتحتفظ على أي حاجة وهي واحد الصناعة زوية كتتحافظ على الحيوط على هذه الدخش الميديتي وتتعطي المنظر ودبا الصناعة هذه قلالة ما بقاوش الناس يبغيو يدرها ما تفهموهاش لكن كنت يفهموه كل شي ديرها وخيدر عيش ويا منها كحال عدد من الصناعات التقليدية تغير حال السوق وقل الإقبال لكن الصناعة هنا لا يزالون متشبثين بخيط أمل في مقاومة يومية لإبقاء هذه الصناعة على قيد الحياة اليوم تطورت الحرفة لتلائم متطلبات العصر فبعد أن كانت مخصصة لتزيين جدران والنافورات ها هي اليوم تشكل قطعا مختلفة من تأثيث البيت في ترجمة لبراعة الصانع التقليدي كنت ندروا موديلات جديدة لأصلا ديجا ما كانوش حال هذه وما كانوش في السوق كنت نبدوش حاجة جديدة يعني كتكونش زواقة جديدة شموديل في شكل اللي غاي زيد بينا القدام كنتني ولغاي في السوق كينوه السنع عاوكي كزيبش حواج القدام بسبب الطرق ديالة تسوق ديالات شفاية فقط طرق تقليدية يعني ما كانش حاجة جديدة ما كانتسوقش باقا انترنت يعني كنت نحاولون انتمدوا الى تتخرجس لعادياتك وكتسنع انك تشيني يجيبها شوال يشير ما عندك هو من الاشكال الفنية الاكثر تعبيرا عن اصالة المعمار المغربي مربعات من الطين المجفف مسبوغة بطلاء اللماع تم قصها ونحتها يدويا اشكال تؤلف فيما بينها نسقا يستجيب لقواعد تقليدية لرسوم وخطاطات قديمة مستلهامة من قواعد الهندسة التقليدية للفن الاسلامي كل هذا العمق يحتاج اليوم مزيد من الاهتمام للاعتناء بالصانع التقليدي واعطائه المكانة التي يستحق